حبايبي سنقولى الحلوين عاملين ايه يلا نحل بقيت اسئلة الاسكيلر والفيكتور بس هطلب منك طلب ممكن تجيب الكالكوليتور بتاعتك تخليها جنبك عشان احنا هنحل بيها طيب السؤال الاول هو مديك اتنين فيكتور ايه ايه وبي هو مديك ايه دوات ايه ودوات بي وبيقولك هاك لي الناتج يعني هو عايز يجمع الا زائد البي وطلع الناتج سي تعال افقرك كنت بجيبها ازاي كنت بقولك الا ابتدى من هنا وخلص ادي الا هيجي البي يبتدي من النقطة اللي الا وقف عندها انا اتحرقت من اللي فين من نقطة البداية لنقطة النهاية اللي هي كانت سي طب تعال نشوفها هتلاقي الاجابة هي سي ادي الايه ابتدى من نقطة البداية راح لنقطة النهاية بتاعته هيجي البي يبتدي من النقطة اللي الاي وقف عندها انا اتحرقت من هنا مشيت في الاتجاه دوة تبقى الاجابة الصحة هتبقى سي السؤال اللي بعد بيقولك افورس اف ميك انجل سيتا وزا هوريزونتل هو النقطة اتس هوريزونتل كومبوننت يلا يا صديق امتا ال-FX وبعد يلا يا تاخوات اكبر من ال-F-Y يا مستر الفـX ليلا أكبر من ال-F-Y لما السيته لما السيته كانت لزان 45 لما السيته كانت أصغر من 45 أي أنجل أصغر من 45 يبقى الـ Fx أكبر من الـ Fy طيب بيقولك هات المجنيتود والديريكشن يعني هو رسم لك رسمة بيقولك هات المجنيتود والديريكشن بتاح فاكر يا صديقي كنا بنعمل إيه كنت بقولك كل اتنين قدام بعض أعملهم مينس بعض كل اتنين قدام بعض أعملهم مينس بعض كل اتنين قدام بعض أعملهم مينس بعض طب يلا أنا عندي 6 والـ 3 قدام بعض لما أعمل 6-3 الناتج بتاعي يبقى 3 وأنا همشي في اتجاه الكبير يعني الناتج هيبقى 3 في الاتجاه دوت ده كده بالـ 3 تاني لما أعمل 6-3 الناتج بتاعي هيبقى 3 والـ 3 هتمشي في اتجاه الكبير طيب أنا عندي برضو الـ 8 والـ 4 قدام بعض هعمل 8-4 الناتج بتاعي يبقى 4 وأنا بمشي في اتجاه الكبير اتجاه الكبير اللي هو اتجاه الـ 8 يبقى ديت كده بـ 4 هو بقى عايز الناتج هو بيقولك هات المجنيتود بتاع الـ direction of the resultant force طيب يعني إيه يا مستر بصراحة أنا مش فاهم ديت كده يا حبيبي بقت الـ F-Y وديت كده اللي تحت بقت الـ F-X يعني أنا عندي الـ F-Y ما الـ F-Y هي الـ vertical بقت بتساوي 3 والـ F-X بقت بتساوي 4 هو طالب منك حاجتين هو طالب منك أول حاجة هو عايز منك الـ resultant force اللي هي الـ F وعايز منك السيتة يلا نجيب الـ F ونجيب السيتة هبص لله 4 قوانين بتوعي كده فين هتلاقي ان الـ F-Equal root F-Y power 2 plus F-X power 2 هنقول كده ان الـ F-Equal root F-Y power 2 plus F-X power 2 يعني هقول ان الـ F-Equal root الـ F-Y اللي هي بـ 3 power 2 plus 4 power 2 هنعملها بالكالكوليتر هتطلع معك بـ 5 ماشي الـ Direction اللي هو السيتة هو عايز الـ Angle الـ Angle اهو كاتبها لك الـ Angle اللي هي السيتة هتساوي كام هقول كده السيتة اهي اهي 10 سيتة equal F-Y divided F-X 10 سيتة equal F-Y divided F-X يعني هقول 10 سيتة هتساوي الـ F-Y اللي هي بـ 3 divided 4 حبيبي بعد اذنك هتكالكوليتر هتعمل ايه هتدوس Shift 10 هتدوس Shift 10 3 over 4 يعني هتعمل كده بالكالكوليتر هتلاقي الكالكوليتر ده انا عايز ارسملك الكالكوليتر هتلاقي الكالكوليتر بتاعتك كده انت خيل بقى ان انا عاعد ارسملك الكالكوليتر انت قادي شاشة الكالكوليتر تحت شاشة الكالكوليتر هتلاقي الزرار هنا كده مكتوب عليه Shift بالكابتل فانت هتدوس Shift تمام بعد كده هتيجي هنا كده هتيجي هنا هتلاقي الزرار مكتوب جواه تان فانت هتدوس Shift 10 بعد كده تعمل 3 over 4 Shift 10 3 over 4 Shift 10 3 over 4 والدوس ايكول هتطلع معاك الانجل بتاعتك بكم هتطلع معاك ب36.8 36.8 اللي هي هتطلع معاك الاجابة في الاخر C بص انا بحاول كده براحة ووحدة ووحدة علشان ايه علشان نفهم احنا عندنا شوية اسئلة كده جميلة فايبو الراحة مع بعض ونفهم واحدة واحدة السؤال اللي بعد بيقول لك عندي هو بيقول لك عندي 3 forces وبيقول لك هتلي resultant يعني هتلي الناتج بتاعه حلوة او السؤال ده من الاسئلة ال high level بص يا صديق بص بقى اول حاجة عايزك تعملها انا عايزك ترسم لي الرسمة تاني من غير اللي في النص دوت كأنه مش موجود يعني اعملها يلا معايا بيدك ها معايا بيدك اعمل كده واعمل كده ده التالت ها بص 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 انا هاجي عنده كده واكتب ايه طبعا انت متشربتش في الكتاب ما تبقاش عضيك ها اكتب ده تعالى على ده اكتب كده استنى هقول له استنى شوية استنى شوية استنى شوية حبيبي خلينا ناخد اخوتك الاول ناخد اخوك اللي فوق واخوك اللي تحت الاول ماشي قد اللي فوق فيه اف وقد اللي تحت فيه ايه اف يعني هو كأنه بيقولك ان الحبل اللي اسمه اف واي باف والحبل اللي اسمه اف اكس هو كمان بيكان باف طيب تعالى نجيب الناتج بتاع الاف واي والاف اكس لو انا عايزة جيب الناتج بتاعهم بيساوي روت f y power 2 plus f x power 2 هقول ان ال f equal root هشيل ال f y ال f y هو سمها f هقول f power 2 plus ال f x ال f x برضو هو سمها f فانا هقول f power 2 ركز معي root 1 f power 2 plus 1 f power 2 هيديني 2 f power 2 يا مستر ال f power 2 تطلعلي من تحت root يعني هيحصل لك ايه لما تطلع من تحت root ال f هتطلع من تحت root عشان power 2 وطو هتفضل زي ما هي يعني انا الناتج بتاع الحبلين دول بكام ب f root 2 طب اللي قلتله استنى شوية الحبلين دول ب f root 2 وانا عندي حبل كمان ب f root 2 فهجمع اللي اتنين دول مع بعض هعمل f root 2 اللي انا طلعتها plus f root 2 اللي هو الدهاني هيددهاني اتنين f root 2 ده سؤال high level تعال حلو معاك تاني لو فكرته ما جاتش بالطريقة الاولى هاتها بالطريقة التانية تمام انا هنا عندي كام انا هنا عندي ثلاثة فورسز ثلاثة ثلاثة بس ادي واحد ادي اتنين ادي التالت انا التالت هقوله ايه استنى علي شوية ايه ده كده تستعجلش فانا هرسم الاتنين التانين اللي هو دوت كده انا هرسمها تاني هو هو دوت f ودوت f انا عايز اجيب ال f وال f ده دول حبلين هوريزونتل انا عايز اجيب الناتج بتاعه طب الحبل ال vertical دوت انا بسميه حبل f y والحبل اللي نايم دوت بسميه حبل f x تعال نجيب الناتج بتاعه انا عندي الناتج بيساوي ال resultant بيساوي f y power 2 plus f x power 2 يعني هقول ان f equal root ال f y هو سماها f فهكتبها f power 2 ال f اكس برضو هو سماها f هقول f power 2 هعملها بالكالكوليات d1 f و d1 f هيديني 2 f power 2 يا مستار ال f power 2 دي هتطلع من تحت الroot طلعت من تحت الroot وال2 تفضل زي ما هي f root 2 فانا الحبلين دول الناتج بتاعهم بقى بكام بقى بf root 2 وانا عندي فوق واحدة بf root 2 يلا بقى نجمع دول على بعض f root 2 plus f root 2 هيديني كام هنا one f root 2 plus one f root 2 هيديني two f root 2 two f root 2 ده سؤال كان من الاسئلة الhigh level البيخة شوية طيب رسم لك رسم بيقول لك عندك ال f y وال f x وال f وهنا مديك الانجل ب30 هو بيقول لك رتب بيقول لك رتب بيقول لك رتب ال f y وال f وال f x رتبهم مين الكبير ومين الصغير بص يا صديقي تعال نتفق اتفاق انا عندي هنا ال f y وعندي هنا ال f x وعندي هنا ال f بص ال f في كده هتقول لك ميسج انا اكبر وحدة فيهم خلي بالك دي ميسج انا لما بص بقى انا الاسبوع الجاي هاجي عدي عليك في الحصة اجي اقول لك سؤال 19 19 ال f كانت بتقول لي ميسج فانت ترد علي تقول لي ميسج ال f بتقول انا اكبر وحدة فيهم طب لو ساعتك ما قلت ليش الميسج ديت يعتبر ما زاكرتش وما شفتش الفيديو وبتضحك علي والhomework اللي انت عامله دو تهبد تمام تمام انا اكبر وحدة فيهم ليه طب ليه f انت اكبر وحدة فيهم لان ال f هي الناتج هي الناتج هي ال resultant من ال f y وال f x فاحنا نتفق ان ال f هي اكبر وحدة فيهم ماشي ال f هي اكبر وحدة فيهم بق السمكة بيروح ناحية الكبير طيب عندي ال f y وال f x مين الاكبر فيهم يعني ال f y اكبر ولا ال f x اكبر حبيبي هنا ال sita بكام ب30 كنت بقولك لما ال sita تبقى لزان 45 ال f x هي الاكبر من ال f y ايوه 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 ال sita اصغر من 45 ال sita ب30 يبقى ال f x اكبر من ال f y فانا الترتيب بتاعي اكبر واحدة فيهم هي ال f اكبر واحدة فيهم هي ال f دايما بعد كده ال f x اكبر من ال f y ليه مستر ال f x اكبر من ال f y عشان ال sita لزان 45 ال sita اصغر من 45 يلا نكمل انا السؤال ده هشرحولك بطريقة سهلة تمام هشرحولك بطريقة سهلة بيقولك two vectors a و b equal in magnitude and the scalar product of them يعكز معي عشان السؤال ده ده سؤال اكتئاب ده سؤال انطحار ها فأكز معي فيه هو بيقولك ان ال a will be equal in magnitude يعني ال a ال a بيساوي ال b عسل زي الفل بعد كده بيقولك equal in magnitude and the scalar product of them the scalar product the scalar product equal كام قالك equal eight root two and the vector cross product el vector product equal eight root two two يلا انا ما عفلتش الفيديو حقك علي يا قلبي معلش انا كنت بس بضعو على حاجة في الكتاب علشان اسهل عليك طيب بعد كده بيقولك هاتي السيت هو عايز منك السيت هو عايز منك السيت بص بق بص بق فتح للك كتاب فتح للك كتاب كتاب الشرح المين بوك افتح صفحة 23 هتلاقي كده فيه لو مكتوب عندك باللبني من تحت خالص هتلاقي القانون ضوّب بيقولك ايه بيقولك ان تان سيت equal الفيكتور product مكتب shift تان وان هتطلعلي بالكالكوليتور equal كام هتطلعلي بالكالكوليتور ب45 يبقى انا السيتا عندي دلوقتي بكام السيتا عندي دلوقتي equal 45 جميل جد جميل جد السيتا طلعت ب45 طيب هو دلوقتي بقى عايز منك ايه هو دلوقتي عايز منك ان ان انت تطلع الاول بي بص يا صديقي ركز كده معا مش اللي سكيلر ضوط برو ده تبقيت روت ممكن تكتبلي قانون السكيلر ضوط برو يا مستر السكيلر ضوط برو هو a b كوزين سيتا طب السكيلر ضوط برو ده كله بيساوي كام قالك بيساوي اترو 2 طب مش الاول b اللي اتنين دول بيساوي بعض اه يا مستر بيساوي بعض يعني انا ممكن اشيل ال b ديت واكتب مكانها ايه فخليها a power 2 كوزين السيتا اللي هي 45 equal a to root 2 ينفع طب اللي انا عايزه انا عايز a power 2 خد اللي جنب ورمين ناحية التانية بالdivided فهقول ان a power 2 هتساوي a root 2 divided كوزين 45 هتعملها بالكالكوليتور بنعملها كده مع بعض هتالكالكوليتور اعمل 8 root 2 divided cosine 45 هتطلع معك ال a root 2 بتساوي 16 طب انا عايز اجيب a واحدة بس هامل root 16 هتديني 4 فالاجابة بتاعت ان الانجل ب 45 ال a هتساوي 4 وال b هي كمان هتساوي 4 معلشا مستر حليلي السؤال دوت كمان مرة بص انا السؤال الصعب بحله معك مرتين مفهمتوش من المرة الاولى تعالى نفهمه من المرة التانية بيقول لك بيقول لك بيقول لك ان ال a equal ال b in magnitude the scalar product ب اترو 2 هو بيقول لي ان ال scalar product انا بكتب لو هو بيقول لي عليه بيساوي a true 2 بعد كده بيقول لي ان ال vector cross product ان ال vector product بيساوي a true 2 تمام تعال شوح لك بطريقة تانية بص اكتب ورايا القانون دوت اكتب ورايا كده اكتب ان ال scalar product equal vector product ال scalar product يساوي ال vector فحالة واحدة بس ايه هي يا ميستر لما السيت تبقى ب45 ايه يا ميستر انت حلتها من غير قانون اه اه بس يالله قولها ورايا مرتين ثلاث اللي سكيلر product equal vector product لما السيت equal 45 اللي سكيلر product اللي سكيلر product equal vector product لما السيت بتسوي 45 وهو في السؤال ميدهم لك هما الاتنين equal بعض حلوة كده حلوة كده طب يلا نكمل نكتب قانون اي واحدة فيهم تعال ناخد قانون اللي سكيلر اللي هي ايه بي كوزين سيت هو قالك ان السكيلر ده بيسوي كام 8 root 2 بص يا حبيبي مش الاول بي هما اللي اتنين حاجة واحدة اه حاجة واحدة طب لما عملهم times بعض ينفع حط مكانها a power 2 هي هي ما الاول بي حاجة واحدة كاني عملتي a times a a power 2 كوزين السيت احنا طلعناها 45 equal 8 root 2 طيب اللي انت عايزه خد اللي جنبه ارمين ناحية التانية بالdivided يعني a root 2 هتساوي a power 2 هتساوي 8 root 2 divided cosine 45 هتعملها بالكالكوليتور هتطلع ب16 a power 2 equal 16 طب انا عايز اجيب a بس هتساوي root 16 يعني هتديك 4 يبقى انا عندي a هتساوي b هتساوي 4 فالاجابة بتاعتي هتبقى اي طيب سؤال 21 ده سؤال شد الحبل كل اتنين قدام بعض بعملهم minus بعض انا عندي 4 قدام 4 4 minus 4 equal 0 يبقى دولة كده cancel بعض عندي 5 قدام ها 2 فانا هعمل 5 minus 2 equal 3 وبامشي في اتجاه الكبير اتجاه الكبير اللي هو اتجاه الاست يبقى انا جاب 3 east بيقولك if the resultant of two forces has angle 60 انا عندي الانجل 60 اللي هي السيت بعد كده بيقولك الhorizontal force ال fx ال fx بتساوي 100 وانا عايز ال f y حبيبي ادي الاربع قوانين قدام عينك الاربع هم فين الاربع هم ادي واحد ادي التاني ادي التالت ادي الرابع ممكن تبص لهم وحبهم كده بعد ما تبص لهم وتحبهم ممكن تقول السيت وال fx وال f y التلات دول تجمع في قانون واحد التلات موجودين في قانون واحد الاول لا الاول في f انا ما عندي اف التاني لا التاني في f انا ما عندي اف التالت لا في اف انا ما عندي اف الرابع ايوه ايوه الرابع السيت اهي السيت ال fx ادي ال fx ال f y ال가지고 فالقانون اللي هم اجمعوا فيها اكتبوا tan theta equal fy divided fx يلا نشيل كل حاجة ونكتب كومتر فانا هقول tan 60 equal fy اللي انا عايزه divided fx بهندرد لما اللي انت عايزه يكون فوق اعمل times يعني هقول ان fy هتساوي 100 by 1060 هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك الاجابة كام تعال كده نعملها هتطلع معاك 173.2 173.2 24 بيقولك كلمة لما يقولك حكتين كلمة يعني الانجل اللي ما بينهم ب90 طيب بيقولك لما الانجل تبقى ب90 يا ده بقى بص صديقي دوت اضحك اضحك ليه زعلان في وش الطلبة اضحك 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 لهم كده ايوة ايوة اضحك كده اضحك 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 ليه تقش ليه تقش وطلع لهم لسانك كمان طيب عصر 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 ماشي هو بيقولك لما الستة تبقى ب90 ايوة الحاجة اللي تبقى maximum وايوة الحاجة اللي تبقى بZero تعالي نرجع للرسمة الدواء ده علاج يلا الرسمة دي علاج بيحل مشاكل كتير هو بيقولني ان الستة ب90 بص ادي الستة ب90 اهي ادي الستة ب90 لما الستة تبقى ب90 مين اللي بيبقى maximum الفيكتور كروس برودكت اللي هو الاي كروس البي طب لما الستة تبقى ب90 مين اللي بيبقى بZero اللي سكيلر دوت برودكت اللي هو اي ضوت البي طب حلوة قوي اللي هيبقى maximum واللي هيبقى بZero اللي هيبقى maximum الاي كروس البي بيبقى maximum لما الستة تبقى ب90 ما هو في السؤال بيقولي بربنديكلر يعني الانجل بتاعت اللي يبقى maximum اهو اهو بوس اللي maximum الفيكتور كروس برودكت طب ومين اللي يبقى بZero اللي يبقى بZero الفيكتور كروس برودكت اللي هو اي ضوت البي فانا اجابتها تبقى دي فانا اجابتها تبقى دي بيقولك the scalar product of two vectors become maximum when's the angle between them اللي scale اللي scale اللي scale هول scale يبقى maximum لما السيتة تبقى بكام لما السيتة تبقى بZero لما السيتة تبقى بZero 26 بيقولك if the magnitude of two vectors a and b are 10 unit will be 20 unit يعني هو بيقولك ان l-a هيساوي 10 l-b equal 20 and the angle between them is 60 السيتة equal 60 بيقولك then the scalar product of the two vectors هو عايز اللي scale product هو عايز اللي scale product اللي scale product اللي هو a b cosine c the a 10 the b 20 cosine 60 يلا نلعب ونخربش بالcalculator هتطلع معاك ب100 two forces f y equal 2 f x هو بيقولك هاته الانجل اللي ما بينه el f y equal to f x بص يا صديقي el f y di jambiha one كان بيجي مدرس الماس بيقولك ايه بدل الارقام يعني ايه بدل الارقام يعني el f y هي اللي بتساوي two el f y هي اللي بتساوي two وال f x ديت هي اللي هتنط الناحية التانية وتاخد el one el f x بتساوي one بص بابدل ها بابدل el f y b2 el f x b1 بدلت الارقام وهو عايز el cita انهي قانون من el 3 جمعلي دول مع بعض هتلاقي tan cita equal f y divided f x هقول tan cita equal el f y b2 el f x b1 مستار هعملها ازاي تاني تاني لان التكرار ادي شاشة الكالكوليتور هتيجي هنا هتلاقي زرارين في زرار مكتوب بالله صفر كده shift تمام وهتيجي هنا هتلاقي زرار مكتوب جوتان فانت هتدوس shift tan 2 over 1 او shift tan 2 على طول هتطلع معاك الاجابة كام تعال هنعملها shift tan 2 هتطلع معاك b63 point 4 جميل جدا سؤال 28 بيقولك زرار برودوكت افتو فيكتور او بي اكوال 60 انا هكتب هو بيقولي ان اللي سكيلر برودوكت اكوال 60 بعد كده بيقولك and the magnitude of vecter برودوكت وهو بيقولك ان vecter برودوكت equal 20 root 3 هو عايز الانجل اللي ما بينه هو عايز الانجل يلا تاني افتح المين بوك افتح المين بوك page 23 هتلاقي القانون كده مكتوب لك باللبني كده ركز فيه بيقولك tan theta equal el vecter product divided scalar product فهقول tan theta equal el vecter product اللي هو 60 el scalar product 20 root 3 يلا تاني هنجيب الكالكوليتو هندوس على الظرار اللي اسمه shift بعد كده فيه زرار تاني اسمه تان هتدوس shift تان 60 divided 20 root 3 هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك equal cam هتطلع معاك equal 30 طيب السؤال اللي بعد بيقولك which two vectors of the following are equal هو بيقولك عايز اتنين equal الاتنين اللي equal عندي هنا ال ال وال k ال ال وال k مستر لانه لانه هم الاتنين نفس الطول وهما الاتنين نفس ال direction ال l وال k السؤال اللي بعده مديك رسمة جميلة الرسمة ديت فيها معلومتين المعلومة الاولانية بيقولك ان ال fx بكام ب8 يلا نكتب هو بيقولك ان ال fx equal 8 وهو بيقولك ان ال sita بكام sita 60 اهو هكتب ان ال sita equal 60 وهو عايز مني ال f حبيبي ادي ال 4 قوانين معاك ال 4 قوانين قدامك قل لي انهي قانون من 3 من ال 4 جمع لك 3 مع بعض يعني انهي قانون هتلاقي جوال fx وال sita وال f اول واحد لا اول واحد في f y ماينفعش دوت في ده مفهو sita ماينفعش طب دوت في f y ماينفعش بصوا على القانون التاني ال fx اهي موجودة equal f ال f دي الحاجة اللي انا عايزها قوزين sita sita موجودة هشيل ال f x واكتب 8 f cos 60 انا عايز اجيب ال f هقول ال f هتساوي 8 divided cos 60 هقول 8 divided cos 60 بص بقى لو انكتب 8 divided cos 60 مستوى انا بعملها بالكالكوليتور بتطلع لي mass error ركز معي في اللقطة الجاية ديت هتعمل 8 cos 60 بعد اذن تقفل ال bracket هنا عشان ما تطلعش معاك بص انا افقافش الحركات اللي بتحصل معاك كلها ها عشان ما تجيش تقول لي مستر ما بتطلعش بالكالكوليتور يعني انت هتلاقي هنا bracket هتقفله هو يفتح لك ال bracket دوت انت عشان تطلع معاك الاجابة هتطلع معاك بكام هتطلع معاك بسكستين هتطلع معاك بكام هتطلع معاك بسكستين تعال نكمل بيو 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 يلا تاني from the following diagram هو عايز منك الانجل سيتا يلا من الرسمة من الرسمة هو مديك هنا الاف بكام بتن الاف ايكوال تن ومديك الاف ويهيب كام بفايف الاف وي ايكوال فايف وهو عايز السيتا انهي قانون من الارباع جمعلك التلاتة دول مع بعض القانون الاول بصة هو الاف واي ايكوال اف سين سيت الاف واي موجودة ايكوال اف الاف موجودة والسيتا موجودة هشيل الاف واي وكتب مكانها 5 هشيل الاف وكتب مكانها 10 سين سيتا اللي انت عايزه خد اللي جنب ورمين ناحية التانية بالدفايدد يعني هقول سين سيتا ايكوال 5 أفر يا مستر هعملها ازاي ادي الكالكوليتور هتلاقي هنا في زرار اسمه shift وهتلاقي هنا في زرار مكتوب جواه sign هتعمل shift sign 5 over 10 هتطلع معاك الاجابة نكمل بيقولك two vectors make an angle theta such that the scalar product of these two vectors is half the magnitude of the vector product يعني هو بيقولك انا هكتب اللي هو بيقولهولي هو بيقولي ان ال scalar product بيساوي نص ال vector بص بيقولك ايه هو بيقولك ان ال scalar product ماله half 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 ال vector فانا كتبت ان ال scalar product بيساوي نص ال vector هنا ال scalar product يعتبر مع one كنت بعمليه مستار كنت بعمليه مستار كنت بعمليه مستار كنت ببدل يعني انا 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 اقول ان ال scalar product product هيساوي half والvector product equal one هو عايز منك الseat يلا نفس القانون اللي هو بيجي 23 10 equal الvector product divided scalar product يعني هتساوي هشيل الvector وقت بمكانه one هشيل الscaler وقت بمكانه half هتعمل shift 10 one over half هتطلع معاك الاجابة number a طيب مديك الرسمة الجميلة اللذيذة ديت وبيقولك which of them is correct يعني بيقولك هتلي الاجابة الصح الاجابة الصحة هتلاقيها هتلاقيها c هتلاقيها c هو c بيقولك هو بيقولك c equal negative b c ماشي تكم مربع 1 2 3 ودي ماشيت 1 2 3 وهم ضع عكس بعض في الdirection عشان عكس بعض في الdirection حطيت negative السؤال اللي بعده مديك رسمة بيقولك هتلي الاجابة الصح اول واحدة بيقولك ان a equal c هو مبدئيا اللي اتنين عكس بعض في الاتجاه اللي اتنين عكس بعض في الاتجاه فلازم احط negative فاول واحدة ما تنفعش بص بقى الوحيدة اللي هتنفع هي d تعال اقولك ليه هو بيقولك ان الا بلاص ال b بلاص ال c equal b طب ركز معاي هنا الا وال c نفس بعض بالزبط في المجنيتود وعكس بعض في الdirection فانا لما جمع الا اجمعوا على الس وهم قد بعض وعكس بعض هلاقي ان الا وال c كانسلوا بعض ليه كانسلوا بعض لان الا قد الس بالزبط لكن عكس بعض في الاتجاه فعشان هما قد بعض بالزبط وعكس بعض في الdirection كانسلوا بعض هيبقالي ان ال b equal ال b ال b equal ال b طبعا صح 35 بيقولك vector x and vector y are perpendicular كلمة برابند Wellness يعني بريبند يعني السيتا بتساوي 90 تمام بيقولك ايه الحاجة اللي تساوي 0 لما السيتا ب90 اهي لما السيتا تبقى 90 ايه الحاجة اللي بتساوي 0 لما السيتا تبقى 90 الحاجة اللي بتساوي 0 هي السكيلر ضد برودوكت اللي هو الـ X ضد الـ Y اللي هو الـ X ضد الـ Y ماشي السؤال كمان انزف فولوينج فيجر هو رسم لك رسمة وبيقول لك ان الـ VY اقوال 3 VX بص هو ممكن اسمها لك FY يسمها لك VY يسمها لك FX يسمها لك VX يسمي لك القوة F فسميها V فاهم هم التلاتة حاجة واحدة اشان ما حدش قوليها مستوى انا متلاغ بط طيب يلا كنت بعمل ايه هاعتبر ان الـ VY دي معها 1 ببدل الارقام الـ VY هتاخد 3 والـ VX هتاخد ايه هتاخد 1 انا هكتب ان الـ VY equal 3 الـ VX equal 1 وهو عايز what's the value of the angle theta وهو عايز الزيطة فانا اقول ان الزيطان سيتا equal VY divided VX يعني هيساوي 3 over 1 هتمسك الكالكوليتور تكتب shift 3 over 1 هتطلع معاك الاجابة number C طيب رسم لك رسمة بيقولك find the magnitude and the direction of the resultant force بص هو رسم لك كم قوة ادي القوة الاولى ادي القوة الاولى ادي القوة التانية و ادي القوة التالتة طيب بص كده لف معايا الورقة عايزك تلف معايا الورقة ها لما تلف انا بص انا لفت الورقة انا كمان هتلاقي دولة بريبين ديكلر to each other يعني ايه مستر دولة بريبين ديكلر to each other كأن دوت الحبل اللي اسمه FY و كأن دوت الحبل اللي اسمه FX ما تيجي نجيب الناتج بتاع الFY والFX الحبلين دول اللي هو دوت و دوت بص دوت كده و دوت كده يلا نجيب الناتج بتاعهم انا عايز اجيب الF انا كده معايا الFY equal 15 والFX equal 15 برضو و انا عايز اجيب الF هقول ان الF equal root FY power 2 plus FX power 2 فالF equal الFY ب15 power 2 plus الF X ب15 power 2 هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك بكام هتطلع معاك ب15 root 2 هتطلع معاك هتطلع معاك الناتج بتاعي هيطلع كده ده الناتج ها الناتج ده الناتج ها اهو اللي انا بلونه دوت هيطلع بكام هيطلع ب 15 root 2 طب بص كده بق بص بص وركز اوي اوي انا عندي اتنين دلوقتي قدام بعض ديت بقيت قدام ديت اي اتنين قدام بعض بعملهم منس بعض طب انا الاولانية ب15 root 2 هعملها منس التانية اللي هي ب15 يلا كده نجيب الكالكوليتور ونعملها 15 root 2 منس 15 بالكالكوليتور هتطلع معاك بكم هتطلع معاك ب6.2 طيب 6.2 وانا بمشي في اتجاه الكبير الكبير بتاعي اللي هو الفتين root 2 الكبير بتاعي كان اتجاهه بلاس واي فانا الاجابة بتاعتها تبقى 6.2 ماشي في اتجاه ال plus y طيب رسم لك رسمة وبيقول لك point the magnitude of the product لل r وال e هو عايز هو هو عايز ال vecter product بص بقى بتاع مين وبتاع مين بتاع r وبتاع f طيب انا علشان اجيب ال vecter product انا محتاج اعرف الانجل اللي ما بينهم دي كلها بتساوي كام طيب مستر هجيبها ازاي الانجل دي تعال اقول لك يا صديق ركز معايا ركز معايا وخليك واثق في نفسك كده خليك واثق في نفسك انا اقدر اعملها انا اقدر اعملها وهتقدر تعملها بص يا قلبي دي كلها بكام دي كلها ب 90 minus الحتة دي بكام الحتة دي 22 لما اعمل 90 minus 22 هيديني 68 بص بق انا بق عندي الحتة دي كده الحتة دي كده انا جبتها دي كده الانجل دي 68 تمام يلا يبقى انا فاضلي الحتة اللي جوه دي يلا يلا قول كمان I can do it I can do it يلا ن do it دي كلها بكام دي كلها ب 180 هعملها minus دية كده دية كده اللي انا بلونها دية هو مدهلك بكام هو مدهلك 128 يلا نعملها بالكالكوليت 180 minus 128 هتديك 52 فبقت الحتة دي كمان بقت الحتة دي كمان ب52 تعال نجمع الاتنين دولة مع بعض يبقى هي دي السيتة بتاعتي هقول كده ان السيتة هتساوي 52 plus 68 هعملها بالكالكوليتور 52 plus 68 هتطلع معيك 120 ده الانجل وهو مدهلك ان الاف بي ساوي 21 point 8 ومديك ان الار بي ساوي 12 point 4 هو عايز الافكتور برودوكت الافكتور برودوكت بص هو ab sin سيتة هو بدل ما يسميها ab سميها fr اين المشكلة fr sin سيتة الاف هي الار هي sin هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك الاجابة number b بص يا صديق انا عارف ان انت شحرت وعارف ان انت جبت جاز بس اقول لي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه روح اعملك واحد نسكة فيه وتعالى اكمل حل الاسئلة عادي جدا طيب طيب هنا السؤال ده حلنا كتير قبل كده هو عايز يجمع ال a بلاص ال b الناتج يبقى c انت اوعج جربهم كلهم هتلاقي الوحيدة اللي تنفع هي ديت بص ال a هذه العربية وقفة هنا بعد كده الوادي الاولاني جاب للعربية هنا فال a خلص هنا هيجي ال b يبتدي من النقطة اللي ال a وقف عندها هيزقل العربية لحد هنا يبقى فين ال displacement بتاع العربية من نقطة البداية لنقطة النهاية الناتج بتاعي استنى هو عايز اي لا استنى استنى يلغو REALLY ويلي 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 بص بقى التصرع بقى بص بقى التصرع بص بقى التصرع بص بقى التصرع استنى يا صديقي استنى قلبي انا عايزة جمع الايه زا ادل بي النتيجة بقى سيها تبقى الاجابة سي يا جوجو انت هنكت ولا ايه ايو انا هنكت خلاص طيب لو العربية واقفة هنا يركز يا صديقي ادل ايه ابتدى ابتدى مشي 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 لحد ما جاب لي العربية هنا هيجي البي يبتدي من النقطة اللي الاي و اف عندها هيزقل العربية لحد ما يجيبها لي هنا طب الناتج بتاعي سي فين الديسبليسمنت بتاع العربية من نقطة البداية لنقطة النهية انا مشيت في الاتجاه دوت في الاجابة الصحة هتبقى سي 42 تخيل بقى لما انا هنكتب من الاسئلة امال انت تعمل ايه انت تموت انت اعمل اللي تعمله اهم حاجة الاسئلة هتتحل والشيط هيتحل بيقولك الهوريزونتال كمبوننت الهوريزونتال كمبوننت اللي هو ال fx بيساوي 15 and السيتا السيتا equal 50 calculate the vertical component هو عايز منك ال f y انهي قانون من الاربع جمع لك التلاتة دول مع بعض اخر قانون اللي هو بيقول 10 سيتا equal f y divided f x هقول 10 هشيل السيتا وحط مكانها 50 equal f y ده اللي انا عايز اجيبه divided f x 15 انا عايز اجيب ال f y هقول كده ان ال f y هعمل time cross multiplication هتساوي 15 by 10 50 هنعملها بالcalculator هتطلع معاك الاجابة number a يلا نحل تعبت اتعب اتعب مش هيجي اعادي ايه ما انا كمان تعبت من حل الاسئلة هسيبك واقوم يعني اقول لك مش هحلهم لا هحلهم فانت كمان تعبت تحلهم اذا كان المعلم يحل الاسئلة فيجب على التلميذ ايضا ان يحل الاسئلة دي يعني دي كده من البديهيات طيب بقولك if a vector a has a magnitude 12 هو بيقولك ان ال a equal 12 and makes an angle of 70 يعني انا عندي السيتا بتاعتي ب70 with the horizontal then it has a vertical component the vertical component اللي هو vector a ماشي هو بيقولك هات the vector component والhorizontal component حلو قوي the vertical component اللي هو عايز ال f y والhorizontal component اللي احنا سميناه f x طيب يبقى الايه دوت كان هو ال f بتاعي يبقى انا معايا ان ال f ب12 ومعايا سيتا 70 هو عايز ال f y وال f x طيب ما سهل هقول ان ال f y equal f f سين سيتا هقول ان ال f y equal 12 سين 70 هنعملها بالكالكوليتور 12 pi سين 70 هتطلع معايا b هتطلع معاك بالزبط كده 11.27 approximately ليه يعني هتطلع معاك 11.3 هقول ان ال f x هتساوي f كوزاين سيتا يبقى اقول ان ال f x equal 12 كوزاين 70 تعالا نعملها 12 pi كوزاين 70 هتطلع معاك بالزبط 4.1 يبقى دي الاجابتين 4.1 بالترتيب كده هو كان عايز ال vertical الاول ال vertical الاول هو عايز منك بالترتيب ال vertical الاول el vertical اللي هو 11.3 والتانية 4.1 اللي هي هتطلع معاك الاجابة number e بيقولك two vectors a و b هو عايز يجمع الا زائد ال b الناتج بتاعك هو عايز يعني يجمع الا زائد ال b بص يا قلبي بص يا قلبي هنجمحها بالطريقة ايه الا ادي العربية وقفة هنا ابتدى وخلص هنا ابتدى وخلص هنا العربية جات هنا بعد كده ال b هيبتدي من النقطة اللي الا و f عندها هيجيب للعربية هنا ادي نقطة البداية و ادي نقطة النهاية العربية مشيت من هنا ال هنا انت لما اتقربهم كلوما تطلع الايه هي الوحيدة اللي صح خلاص قربنا خلاص 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 قربنا قربنا طيب السؤال الرابع بيقولك ده أنا فرحان يلا ان الاسئلة الرابعة تخلص أكتر منك بيقولك find the magnitude and the direction of the resultant of two perpendicular force fx و fy knowing that they have the same starting point طيب هو بيقولك هات المجنيتود والديريكشن المجنيتود يعني هو عايزك تجيب الف الديريكشن يعني هو عايزك تجيب السيد هو بيقولك ان ال fx بيساوي 8 نيوتن بص بدل مقالي لازم تركز معي على اليونت ال f y ب6 نيوتن اول حاجة هو عايز يجيب الف هقول ان ال f equal root f y power 2 plus f x power 2 ال f equal root هشيل ال f y واعمل مكانها 6 power 2 plus هشيل ال f x واعمل مكانها 8 power 2 هنعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك equal 10 بس هن لازم تكتبلي اليونت نيوتن بعد كده وعايز السيتا 10 سيتا equal f y divided f x يعني هقول 10 سيتا equal ال f y ب6 ال f x ب8 هتعمل shift 10 6 over 8 هتطلع معاك 36.87 ديجري السؤال اللي بعض بيقول لك بيقول لك 2 equal perpendicular force f1 و f2 هما ال f1 وال f2 بيقول لك انه هما perpendicular ماشي act on an object if their resultant has magnitude of 20 newton يعني ال f بتاعتهم ال f بتاعتهم ال f بتساوي 20 newton and makes an angle ال angle اللي هي السيتا بتساوي 45 with the x axis find the f1 و f2 ال f1 وال f2 اللي هما ال f y وال f x تعال نجيبه هقول كده اول حاجة ان ال f y بتساوي f sine seed فهقول ان ال f y هتساوي equal ال f اللي هو 20 sine 45 هتعملها بالكالكوليتور 20 pi sine 45 هتطلع معاك 10 root 2 تكتب ال s دي ديت هتطلع معاك b 14 point 14 newton طب يلا نجيب ال f x هتساوي f cosine seed هقول ان ال f x هتساوي ال f اللي هي 20 pi cosine 45 برضو هتطلع معاك b 14 point 14 newton طيب بعد كده بيقولك هات الدود product and cross product of the two forces طيب انا ال 2 forces بتوعي ركز معايا بقى ال f 1 طلعت معايا 14 point 14 وال f 2 برضو طلعت معايا 14 point 14 وهو في السؤال كان ايلاك ان هما بريبين ديكلر يعني السيتة بتاعتهم بتساوي كم بتساوي 90 دوت كده حل a دوت كده حل b يلا نجيب ال scale product scale product scale اللي هو هيساوي a b cosine c طب a b 14 point 14 boy b 14 point 14 cosine c 90 يلا كده نعمل ها بال calculator لما تعمل ها بال calculator هتطلع معاك بكم هتطلع معاك في الاخر دي بتساوي 0 طيب يلا نجيب الفيكتور الفيكتور product الفيكتور هيساوي a b sine c ال a اللي هو 14 point 14 هو بدل a b سمها f1 و f2 هي هي by 14 point 14 by sine 90 يلا نعمل 14 point 40 times 14 point 40 by sine 90 هتطلع معاك بال calculator هتطلع ب 199 point 9 وعلشان خلي بالك لازم تعمل ال n ديت عشان انا قلت لك الفيكتور لازم يبقى لي direction عشان السؤال ده مقالي اخر سؤال اخر سؤال ده لازم هترسمه بيدك معي بيقولك يعني انا عندي سفينة كده سفينة بتبحي عبر الاعماق فاك القوبطان عزوز القوبطان عزوز يا كل الوحش لما يعوس بسر بقى هو بيقولك السفينة دي سفينة القوبطان عزوز كانت ماشية ادي السفينة بتاعت القوبطان عزوز ماشي الله السفينة بتاعت القوبطان عزوز قالك ماشية ناحية التجاهات نورس ساوز who Seiten كانت ماشية ناحية النورس كده ماشي بكام ب12 كيلوميتر يعني فيه رياح شديدة قوي رياح كده بص الرياح الرياح دي جات زقتها زقتها ناحية الويست يعني زقتها كده بكام قالك ب15 خلت السرعة 15 كيلوميتر per hour بقولك find the magnitude and the direction of the resultant velocity طب خلي بالك هي لما تبقى ماشية كده ورياح تيجي تشدها كده هتلاقيها طلعت في النص كده هتلاقيها طلعت في النص كده ايه مستر دوة الF من الاخ ودوة الFY ودوة الFX او بلاش الF عشان هي velocity عشان هي velocity فانا هقولك دوة الV ودوة الVY ودوة الVX تمام طيب يلا يلا نجيب الV هقول ان الV equal root بيندهولي عشان افتر بس انا ما ينفعش افتر واسيبك انا لازم احللك الاسئلة كلها VY power 2 plus VX power 2 يعني equal root الVY اللي هو 12 power 2 plus 15 power 2 هنعملها بالكالكوليتور root 12 power 2 plus 15 power 2 equal هيديك 19.2 كيلومتر per hour هو عايز الDirection يلا نجيب السيتا 10 سيتا هتساوي VY divided VX اللي هو 12 over 15 هنعمل shift turn 12 over 15 هيديك 38.6 خلي بالك هي كده مشيت في اتجاه هي مشيت في الاتجاه دوت اللي هو اتجاه ايه اللي هو اتجاه northern west الاصلة خلصت طبعا انا عافل ان انت طلعت عينك مش مشكلة حبيبي ربنا معاك ما فيش اي ادنى مشكلة بالنسبة لي لسه عندك شيط هيتحل ولازم عاية حل كده انا خلصت انا فرحان اكتر منك